السجال بين أمريكا والصين متعدد المجالات فمن الاقتصاد إلى التسلح وصولا إلى النطاق السيبراني تقرير لشبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة وضح قيام قراصنة صينيين بحملة لاختراق مراكز التحكم في قطاع النقل وغيره من البنى التحتية الأمريكية الحيوية وكالات أمنية أمريكية هو من دول حليفة لها وصلت إلى أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بعض شبكات الكمبيوتر الخاصة بأهدافهم لمدة خمس سنوات على الأقل كريستوفر ري مدير مكتب التحقيقة الفيدرالي كان قد حذر أعضاء الكونغرس من إمكانية حدوث هجوم صيني يحدث دمارا كبيرا القراصنة الصينيون يتمركزون في البنية التحتية الأمريكية استعدادا لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين قطاعات توزيع الماء والكهرباء هي حسب التقدير الاستخباري الأمريكي أكثر القطاعات حساسية التي قام القراصنة المدعومون من مكين باستهدافها حيث يراقب القراصنة المنظومات الإلكترونية ويبحثون في نقاط ضعفها حتى يتمكنوا من استغلالها لإحداث أضرار بقطع شبكات المياه والكهرباء عندما يأتيهم الأمر بذلك وحسب التقرير الأمريكي تستمر بكين في إنكار اتهامات واشنطن لها بالقرصنة لتستمر لعبة القط والفأر السيبرانية بين القوتين أنس نماسي العربية